اهلا بكم متابعين الاعزاء النهاردة معنا فيديو جديد نتكلم النهاردة عن قصة قصيرة في عبرة فيلا بينا نبدأ في يوم من الايام اربعة طلاف في الجامعة كان عندهم امتحان تاني يوم وقضوا الليلة في اللعب والمرخ وجم تاني يوم فعملوا ايه بقى ووسخوا العربية بتاعتهم بالطينة وراحوا للعميد وقالولو احنا كنا في فرح واحنا راجعين الاطار بتاع العربية انفجر وعشان كده اضطروا انهم يدفعوا العربية للبيت وقالولو انهم مذاكروش للأسف الامتحان ففضل العميد يفكر شوية بعد كده قال لهم تماما مافيش مشكلة انا هاجل الاختبار تلات ايام فشكروه جدا وقالوا انهم سيذكروا الامتحان وجيهم الامتحان وما راحوا لقاعة الامتحان قرر العميد انه هيقعد كل طالب في قاعة واحدة والامتحان كان عبارة عن سؤالين السؤال الاول ما هو اسمك وده كان عليه درجة واحدة السؤال التاني اي اقطار من السيارة هو اللي انفجر وده كان عليه تسعة وتسعين درجة اذا عبر المستفادة في كلمة واحدة نقدر نقول انها الصدق وبس كده لو عجبك الفيديو ما تنساش التعامل سلام عليكم